بكرة الذكرى التاسعة لمذبحة رابع العدوية والنهضة من تسع سنين كنت هناك في رابع العدوية شفت بعناي الرصاص وشلت أصدقاء لي وهم مضربين بالنار وقضيت الليلة كلها تقريبا في مستشفيات قريبة من مدان رابع العدوية ما بين أصدقاء لي وأقارب كانوا مصابين في المذبحة النهاردة أنا موجود على شاشة مكملين في لندن وبتكلم عن الذكرى التاسعة اللي لازال فيها القاتل طليق لم يحاسب ولازال فيها المختفين قصريا مختفين والمعتقلين معتقلين ولم يتم القصاص بعد الساعة الأولى بالكامل لأن البرنامج أجازة بكرة ويوم الاثنين فإحنا مع رابعة مع الذكرى التاسعة لمذبحة القرن نقول ونرفع فيها شعار رابعة لن ننسى الساعة الثانية الحقيقة هنتكلم على خبر الساعة في مصر النهاردة وهو التعديل الوزاري والحقيقة أقول لحضراتكم ولكل المتابعين استنوا معنا للساعة الثانية لأن في مفاجآت لطيفة جدا بالنسبة لحضراتكم وتعرفوا فيها معلومات يمكن بتكشف لأول مرة عن الوزراء الجدد وهتكون معلومات تعيسة جدا وبائسة جدا للنظام ووزرائه الجدد فدي الساعة الأولى عن رابعة والساعة الثانية عن التعديل الوزاري نبدأ بالساعة الأولى والشعار هو رابعة لن ننسى زي ما قلت وبالتأكيد لن ننسى وجوه القاتلين طب من القتل؟ من الأمر؟ تقرير Human Rights Watch أثبت أن في 15 قيادة في الدولة المصرية في هذا التوقيت 14 أغسطس 2013 هم المتورطين بشكل مباشر في قتل المتظاهرين خلانا نستعرضهم كده واحد واحد ونذكر الناس بأسمائهم ووجههم المسؤولون عن تخطيط وتنفيذ مذبحة رابعة العدوية نبدأ بالمسؤول الأول أو المبتهم الأول تذكروا هذا الوجه جيدا أمهات الشهداء وأهالي المصابين أهالي المختفين قصريا وفقا لـ Human Rights Watch ووفقا لما عايشناه بأنفسنا وشاهدناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا هذا الرجل عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عن ذاك قائد لانقلاب العسكري ومن يصف نفسه بأنه رئيس الجمهورية الآن هو المسؤول الأول عن مذبحة القرن الشخص الثاني كان متورط مع عبد الفتاح السيسي أيضا هو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في هذا التوقيت واللي كان ناس كتير قوي شايفة أنه هيكمل مع السيسي لأنه كان رفيق ضرب الانقلاب ورفيق ضرب أيضا الدماء اللي سالت في رابعة والنهضة لكن أحيل للتقاعد في 2015 عدلي منصور طرطور كل العصور كما يطلق عليه أنا ذاك الرجل كان جاي وجهه لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤقت وكان رئيس محكمة دستورية السابق وتم تعيينه في فترة كان السيسي بيعد نفسه فيها عشان يخلع البدلة العسكرية ويترشح لرئاسة الجمهورية ويصبح رئيس الجمهورية فعدلي منصور قام بدور المحلل كان كبري ما بين الدماء اللي سالت في رابعة وما بين وجود السيسي في قصر الاتحادية شخص آخر هو حازم الببلاوي حازم الببلاوي هو رئيس الوزراء الأسبق بعد مغادرته للمنصب شغل منصب المدير التنفيذي لسندوق النقد الدولي المجموعة العربية قبل أن يغادرهما أواخر عام 2020 وهنا هقف شوية عند حازم لأن الزميل العزيز محمد صلاح سلطان كان ليه تجربة في ملاحقة هذا القاتل حازم الببلاوي لما بقول القاتل أنا مش بتهمه أنا بقول توصيف هيومن رايتس ووتش أن هؤلاء هم المسؤولين عن القتل عن مذبحة رابعة العدوية وبالتالي هو توصيف قانوني وفقا له هيومن رايتس ووتش محمد صلاح سلطان لاحق حازم الببلاوي في الولايات المتحدة الأمريكية وفعلا كان فيه قضية وبموجب هذه القضية استطاع أنه يعني يهرب بعد كده وما عادش في الولايات المتحدة الأمريكية واستقال من منصبه وساب الولايات المتحدة وساب هذه المناصب لملاحقة قضائية ويمكن ده محور مهم النهاردة بنتكلم فيه عن الملاحقة القضائية للمتورطين في رابعة العدوية من كمان من المسؤولين عن القتل محمد زاكي قائد الحرس الجمهوري مش الثوري الحرس الثوري ده هناك في إيران هو الحرس الجمهوري إبان الانقلاب العسكري ويشغل منصب وزير الدفاع المصري الحالي من ثاني صدقي صبحي كان رئيس الأركان في قوات المسلحة المصرية في هذا التوقيت ويشغل حاليا منصب مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع وتم إقالة صدقي صبحي من رئاسة الأركان بعد فترة مش بعيدة أو يعني عن مذبحة رابعة العدوية على رغم من أنه كان شريك لعمل فتاح السيسي في مشهد 3 يوليو مشهد بيان الانقلاب العسكري شخص آخر كان شريك للسيسي وكان مسؤول عن قتل المصريين في رابعة العدوية وهو محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية السابق ويشغل حاليا منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات هو صهر عبد الفتاح السيسي وهذا الرجل أيضا تمت الإطاحة به بعد فترة من مذبحة رابعة العدوية والانقلاب العسكري شخص آخر من المسؤولين عن القتل هو أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الرجل ده والأمن المركزي كان لهم دور أساسي في المقتلة اللي حصلت في أماكن بعينها في ميدان رابعة العدوية تحديدا عمارة المنايفة برفقة القوات الخاصة الرجل ده أحيل التقاعد سنة 2017 ضابط آخر في وزارة الداخلية المصرية هو أحمد حلمي وهو مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام وأيضا أحيل هذا الرجل للتقاعد في عام 2017 طيب الأمن الوطني كان ليه دور في مدبحة رابعة بالتأكيد نشوف الظابط اللي جاي وهو خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني الرجل ده أحيل التقاعد سنة 2015 كان الأمن الوطني طبعا ليه يعني دور بارز في مذبحة رابعة العدوية مدير أمن القاهرة في هذا التوقيت أسامة الصغير كان أيضا من الناس الموجودين في رأس قائمة المتورطين في مقتلة أو مذبحة رابعة العدوية ومعه كمان الشخص اللي جاي مدير أمن الجيزة حسين القاضي دي صورته واسمه وفقا ليه Human Rights Watch وأيضا مدير الأمن المركزي في الجيزة مصطفى رجائي ده أحد ضباط الأمن المركزي في محافظة الجيزة والشخص اللي جاي كان يعتبر من أهم المهندسين لمذبحة رابعة العدوية مين هو متحة المنشاوي قائد القوات الخاصة واللي أحيل التقاعد في 2017 الراجل ده قوات الخاصة في قوات في وزارة الداخلية كانت من أهم الناس اللي مسؤولين عن القتل والدم والعنف والسادية والإجرام اللي شفناه في ميدان رابعة العدوية من 9 سنين متحة المنشاوي احفظوا اسمه كويس احفظوا صورته كويس وأخيرا محمد فريد التهاني اللي كان مدير المخابرات العامة وأحيل التقاعد في أواخر 2014 يبقى إذن دول الناس اللي تورطوا في قتل المعتصمين في مذبحة رابعة العدوية